يحتفي مكتب تعليم فيفا بذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين في قمة جبل العبدالي في المحافظة بمشاركة طلاب وأولياء الأمور في برنامج ثقافي رياضي ترفيهي حافل ينضم معنا مشاهدين من محافظة فيفا مراسل الإخبارية الزميل عبدالله الفيفي أهلا بك عبدالله مساء الخير إذن أبرز الفعاليات في هذا اليوم وفي هذا الاحتفاء عبدالله مساء الخير أحمد نعم أن تواجد اليوم هنا في اللعثة في محافظة فيفا وسط احتفالية جميلة ورائعة لمكتب التعليم في فيفا ضمن الاحتفالات التي تنظمها هنا الجهات الحكومية المختلفة اليوم في الصباح كان هناك حفل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبالية بالشراكة مع الجمعية التعاونية الزراعية في حي المزرعة الآن في موقع آخر في اللعثة مكتب التعليم في فيفا ينظم احتفالية أنه نسلط الضوء على هذه الاحتفالية من خلال مدير مكتب التعليم في فيفا الأستاذ يحيا علي الفيفين رحب بك استاذ يحيا ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وودنا تعطينا نبذة وفكرة عن برنامج الاحتفال والاحتفال في مكتب التعليم في فيفا اللي سينفذ بعد قليل هنا في هذا المكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا بكم استاذ عبدالله رحب بكم ونرحب أيضا بالغاية الخبارية فحياكم الله جميعا وهي حقيقة فرصة سعيدة أن نرفع أسماعيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهدي الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأيضا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقات جهازان ولنائبه وللشعب السعودي كافة بمناسبة هذه المناسبة اليوم الوطني الـ 91 الملكة العربية السعودية سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه المملكة وعلى هذا الوطن الغالي أمنه واستقراره وازدهاره وللشعب السعودي الكريم للغاد العيش وحياكم الله طوعنا في صورة برنامج الاحتفاء والاحتفاء بذكرى اليوم الوطن اللي تنفذ هنا شاهدنا البرامج مختلفة ومتنوعة ثقافية وترفيهية ورياضية ودنا تحدثنا عن البرنامج اللي سينفذ هذا المساء في هذا المكان نعم أخي عبدالله طبعا بدأ التعليم احتفالاته بهذه المناسبة العظيمة بدأ من اليوم الأحد وعلى مدار اسبوع كامل حقيقة حنا في تعليم فيفا بمدارسه نبدأ هذه الليلة أو باكرة هذه الاحتفالات باحتفالية أو برنامج أسميناه أو أسمته الوزارة همة وقمة وهذا البرنامج هو عادة يكون في أعلى قمام الجبال وهذا نحن الآن في قمة اللعثة وهي حقيقة يعني باكرة احتفالات للمدارس وسعادة المحافظة ان شاء الله هذه الليلة سيدشن من هذا المكان احتفالية المدارس بهذه المناسبة أيضا لديكم برنامج آخر مسيرة للطلاب عبر المدرجات الجبلية وصولا إلى هذا المكان يشارك فيها الطلاب هذا المسامع أولياء أمورهم والمواطنين حدثنا أيضا عن هذه المسيرة صحيح هذا أيضا برنامج من ضمن البرامج الاحتفال للمكتب بهذه المناسبة عندنا مسيرة طلابية يبدأ من عند البيت الأثري الموجود عند التالقة في جهة الأخرى من الجبل والمسيرة بدأت من قبل يمكن أكثر من نصف ساعة وحقيقة هذه مسيرة مكونة مجموعة من الطلاب والمدارس وأيضا مجموعة من أولياء الأمور والكبار السن احتفال حقيقة بهذه المناسبة وسيصلون إلى موقع إن شاء الله بعد وصل المحافظة بين الله تعالى مشاعركم ونحن نعيش هذه الفرحة هنا على حدود الوطن لا تفصلنا إلا مسافة قليلة ونحن ننعم بهذا الأمن والأمان والأطمئنان وهذه الأجواء الرائعة وهذه السحب لتغطي قمم الجبال هنا في محافظة تيفا في هذه المناسبة السعيدة ذكرى يوم الوطن والله الشعور كبير جدا وحقيقة أنه نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أبناء هذا الوطن للمعطاء نحن فعلا لا تفصلنا على الحدود إلا بضع كيلومترات لكننا نعيش في أمن وأمان وفي سعادة وسرور وكل الأمور مهيئة بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود هذه الحكومة الرشيدة فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب الكريم دائما التفوق والازدهار بأن الله تعالى في ظل حكومة قادم الحرومي الشريفين ولي عادي الأمين أستاذ يحيى علي الفيفي مدير مكتب التعليم في فيفا شكرا لكم جهود موفقة واحتفالية رائعة ونبارك لكم أيضا هذا التمييز في هذا الاحتفال شكرا لكم أنتم وشكرا للقناة الإقبارية التي دائما هي مع محافظة فيفا دائما في برامجها شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك إذن أحمد كانت هذه الصورة هنا هذا المساء من أعلى قمة في محافظة فيفا أو القمة الثانية في محافظة فيفا اللعثة وسط هذه الأجواء الجميلة وهذه الفعالية الأجمل للإحتفاء باليوم الوطني من مملكة العربية السعودية جميل أعطيك العافية عبد الله الفيفي مراسل الإخبارية من جهزان شكرا لك